بسم الله العبر من الزلازل أولاً الكون كله لله فقوارع الزلازل تفزعنا حتى ندرك عظمة الجبار جل جلاله وندرك ضعف جبابرة الأرض مهما أوتوا من قوة قال تعالى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ثانياً حوادث الزلازل توقظ قلوباً غافلة فيفيقون ويتذكروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ثالثاً الله سبحانه وتعالى توعد الذين لا يضطعظون بالمصائب ولا تؤثر فيهم النوازل توعدهم بعاجل العقوبة في الدنيا وهذه الزلازل والأوبئات المنتشرة والحرائق لا شك أنها عقوبات على ما يرتكبه العباد من القفر والمعاصي والمخالفات والمناكر رابعاً الغارقون في شهواتهم والمنغمسون في ملذاتهم يحسبون أنهم بعيدون عن بطش المنتقم الجبار ولا يدركون أن من سنة الله في مثل هؤلاء أن يمدهم أن يمدهم الله بالنعم استضراجاً لا إكراماً ثم يأخذهم على حين غفلة أخذ عزيز منتقم ليكون ذلك أقسى عليهم روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ كذلك أخذ ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فماذا يجب علينا نحو هذه الزلازل والأوبئة المنتشرة والحرائق أولاً أن نخاف أن تحل بنا ولا نقف عند التفسيرات المادية لها ثانياً تغيير المنقرات التي تراكمت في زماننا ثالثاً التوبة الصادقة والاستغفار والتضرع إلى الله رابعاً رد المظالم إلى أهلها خامساً التراحم بين المسلمين اللهم اغفر لنا اللهم احفظنا السلام عليكم